السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعة قناة صحتك في معلومة اللهم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم شيء المرنجة فواد صحية متعددة واستخدامات كثيرة وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة فلا تنسوا دعمنا باشتراك وليك وتفعيل علامة الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة أول بأول إن شاء الله فابقوا معنا إلى النهاية أحبابي في الله لكي تتعرف على كل هذه المعلومات القيمة شيء المرنجة فوائد صحية عديدة ربما تعرف عنها لأول مرة في شيء المرنجة لقد استخدم الشيء المرنجة لعدة خرون بسبب خصائصه الطبية وفوائده الصحية كونه له خصوص مضادة للفطريات والفيروسات ومضادة للإكتاب من المعروف أن المرنجة أنها شجرة صغيرة وجدت في الهند وباكستين وتم استخدامها لأجهال للعلاج والوقاية من أمراض مختلفة وعلى الرغم من فوائده المتعددة فإن له بعض السلبيات سوف نذكرها أيضا في هذا الفيديو ما هو المرنجة؟ المرنجة هو نبات أصلي وجد في مناطق شبه جبال الهيمالاية في الهند وباكستين وأفغانستين ويزرع أيضا في المناطق المدرية وتستخدم الأوراق واللحاء والزهور والفاكهة والبذور والجذور لصنع الأدوية لتدخل في علاج الكثير من الأمراض المرنجة مصدر غذاء هام في بعض أجزاء من العالم وذلك لأنه يمكن أن يزرع بثمن زهيد تحتفظ أوراق المرنجة بالكثير من الفيتامينات والمعادن عندما تجفف وتستخدم في برامج مكافحة سوء التغذية يتم إعداداء القرون الخضراء غير النضجة على نحو المماثل للفاصلية الخضراء في حين تتم إزالة البذور من قرون أكثر نضجها وطهيها مثل البازلاء أو الحمص ويتم طهي الأوراق واستخدامها كالسبانخ أو تشفيفها وصحقها لاستخدامها كبهرات شاي المرنجة وفقدين الوزن ترتبط كلمة فقدين الوزن دائما بالشاي المرنجة حيث سادر تعزيز التنثير الغذائية وحرق السعرات الحرارية وتحقيق التوازن بين مستويات السكر وزيارة الهضم وزيارة مستويات الطاقة وهذا هو السبب في أن كوب من شاي المرنجة يعد أضافة ممتازة للتخصيص ولنظام غذائي صحية الالتهابات وتلف الخلية يعرف عن شاي المرنجة في المقام الأول بأنه شاي مضاد للالتهابات فهو ممتاز للحد من التهاب الأنسجة والخلية في جميع أنحاء الجسم مما يخفف من الألم والأوجاع المزمنة واضطرابات المفاصل بالإضافة إلى النقرص واضطرابات المعدة والصداع والحمى يحتوي شاي المرنجة على قدرة عالية مضادة للأكسادة حيث يساعد في محاربة الجذور الحرة والحد من الإجهاد التأكسدية والالتهاب والتلف الخلوية وجد الباحثون أن أوراق المرنجة التي صنع منها الشاي تحتوي على مادة البوليفينول ومادة الفلافونيد وأحمض الإسكروبيكا وهذه العناصر لها خصوص قوية مضادة للأكسادة لذلك تحتوي الأوراق على 46 من مضادات الأكسادة الطبعية والتي تقوم بدورها في الحفاظ على الخلية البشرية واستعادتها وإصلاحها يتمتع شاي المرنجة بتركيزه العالي من فيتامين سي لذلك فهو مشروب مغذي للبشرة ومضاد للشيخوخة حيث يعزز انتاج الكولاجين ويتخلص من الجذور الحرة ويمنع تكون الخطوط الدقيقة ويزيد من رطوبة ونظارة البشرة كما تساعد خصائص مضادة للالتهابات في مكافحة حباء الشباب شاي المرنجة والجهاز المناعي يعتبر شاي المرنجة وسيلة ممتازة لتعزيز الجهاز المناعي وحمايته ضد عرض البرد والإنفلونزا الشائعة وذلك ليحتويه على فيتامين جيمة الذي يحفز انتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسادة لإبطاء الجهاز التأكسدية ونظام المناع الضعيف الذي ينتج عنه وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة أظهرت الدراسات أيضا أن شاي المرنجة يمكن أن يكون له تأثير على مرض السرطون وغيره من الأمراض المزمنة يحتوي شاي المرنجة على كمية كبيرة من البوتاسم وما يجعل هذا الشاي ممتاز لخفض ضغط الدم لأن البوتاسم عبارة عن موسع للأوعية فيعمل على تخفيف التوتر في الشرايين والأوعية الدموية لذلك يساعد في خفض خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية الصدوع والإكتئاب يمكن أن يعمل شاي المرنجة كمضاد للإكتئاب لأنه يوازن مستويات السيروتينين والدوبامين والتي تعد أساسية في إدراك الإكتئاب وتقلبات المزيد وفقا لدراسة في عام 2012 أظهرت المرنجة قدرتها على علاج الصدوع النصفي والصدوع المزمن أيضا فما هي أضرور شيء المرنجة؟ يمكن أن يتسبب شاي المرنجة في بعض الآثير السلبية على الصحة ومنها حرق في المعدة وغثيان وإسهال وخطر الإجهاض فيمكن أن يسبب هذا الشاي تقلصات شديدة في الرحم مما يزيد من خطر الإجهاض أثناء الحمل ولكن هذه الآثير الجانبية نادر حدوثها فلا توجد مكونات سامة لهذا النبات أو الشاي ولا توجد له أثير جانبية شائعة بشرط أن يأخذ بكميات معتدلة متابعين الكرام لو أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لعمل باشتراك وليك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله اللهم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته